السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني دائما أرق وقطيب التحيات كل عام وحضراتكم بخير في المعادة بالذات ولله الحمد والمنا منذ سنوات يتكرر معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تعالى ستجد نصيحة مكلصة وعلمية ومفيدة وعد أن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام البرنامج أو عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك حيث نقوم بالإجابة على معظم الرسائل فورا ورودها إلينا حنستقبل اتصالات حضراتكم سريعا ومنذ بداية الحلقة إلى أن الصورة اللي معنا تجهز الحياة الصورة اللي أنا كنت عايز أعرضها النهاردة لما تجهز هنعرضها وحنتنقش كده في محتواها علشان نحاول دايما أن نقدم المعلومة العلمية المثبتة لأن الأوهام والخرافات والجهل الأسف الشديد تسيطر على كثير من السيدات خاصة فيما يتعلق بمهنتنا وبتخصص أمراض النساء والتوليد ممكن نستقبل الاتصالات لحينما الصورة تجهز تفضلي يا دعاء تفضلي يا دعاء أهلاً وعليكم السلام ورحمة الله أزاي حضرتك يا دكتور أهلاً بحضرتك نحن مش عارفين والله نشكرك إزاي عما جداً أنت عاملوا معي الحمد لله متشكر لحضرتك أنا يا سماء من الفيوم أهلاً بك أنا يا دكتور حمل 6 شهور ووزن الجنين 460 جرام وإيه المشكلة؟ هو الوزن ذا كده قليل ولا مضبوط؟ هو حضرتك بتتبع مع دكتور ولا ما بتتبعيش مع دكتور؟ أهلاً بتابع طب وهو رأيه إيه في وزن الجنين؟ هو قليل كويس بس أنا حسنش كويس معاً لأ هو حضرتك تمتلك إيه خبرة في أمراض نسا عشان تحسي أو ما تحسيش أو رأيك يبقى هو الفارق أو الذي يقاس عليه؟ طب ميش يا دكتور أصلاً يعني كنت عامل منظر وحمل بعد خمس سنين كويس قل إن حضرتك تبقي حامل بعد خمس سنين ده ربنا يتم حملك على خير إنك خايفة ده يستدعي إن حضرتك تتبع الحمل تتبع الحمل يعني تختاري دكتور تسقي فيه يشوف حضرتك ويشوف حالة حضرتك لإن أنا مثلاً ما أقدرش أحكم لإن الجنين له وزن متوسط تمام؟ حضرتك بتقولي أنا في الشهر السادس ممكن يكون الشهر السادس ده وحضرتك حامل في 23-24 أسبوع فيبقى الوزن ده هايل تمام؟ والجنين كمان لما بيتحط على الصنار له حاجة اسمها جروس كيرف معدل النمو ومعدل النمو ده البيبي بيقى المفروض على 50% من معدل النمو يزيد أو ينقص قليلاً فممكن جنين يبقى على 40% من معدل النمو وده حاجة طبيعية تماماً وعلى 30% وده طبيعي تماماً وبالتالي الدكتور اللي بيشوف حضرتك وبيشوف الجنين وبيقيسه بالصنار وبيقيس تتابع وزنه هو الحكم الأكيد له وأنا أقدر أدي كده كلام عام حضرتك بتقولي أنا في السادس السادس ده معرفش أوله وفي نصه وأخره لكن عموماً هذا الوزن يبدو وزن معقول جداً بالنسبة لهذه الفترة فوزن يقترب من 500 جرام عند 23-24 أسبوع مقبول ووارد وطبيعي لكن أي سؤال في الحمل يوجه دايماً لمن يرى حالة السيدة والجنين بالصنار وما أنا أقدر أقول سوى معلومات عامة تابعي الحمل كويس رحي كل أسبوعين إيه سي ضغطك تابعي نمو الجنين تابعي وزنك تابعي التحليل بتاع صورة الدم لازم يتعامل تحليل السكر في الدم لازم يتعامل تحليل بول دي قواعد عامة لكن تفصيل هذه القواعد لحالة حضرتك مش أنا اللي أقولها اللي يقولها من يرى الحالة ومن يتابعها طيب ناخد اتصال تليفوني آخر عليكم السلامة اتفضلي ازاي حضرتك يا دكتور عيد اهلا بحضرتك بقولنا حضرتك حاجة يا دكتور عيد لأنا متجوزة بقالي 6 سنون وعملت الحالي المجهري مرتين وانا عندي تكيسات عما بايد أفضل بس عامنا منظر بطني ومنظر بايد دورة بتجيني منتظمة كل شهر شهر بشهر بتقطعش خول طيب ثانية واحدة ثانية واحدة لا علاقة حضرتك بتقولي الدورة بتجي منتظمة قلتيها على طول بعد كلمة أنا عندي أمبوها مسدودة ما فيش علاقة بين الأنابيب وبين الدورة خالص لا لا أنا بكلم على التكيسات بقى أيوة ما أنا لسه حاجة والناس اللي عندهم تكيس مبايد في الأغلب عندهم خلل في الدورة لكن ليس يقينا ففي ستات عندها تكيس مبايد ومن درجة شديدة ومتقدمة جدا ويبقى عندهم دورة منتظمة وفي ستات عندها تكيس مبايد من درجة شديدة وتجينهم دورة منتظمة وشديدة بنزيف عكس العرض الرئيسي لتكيس المبايد اللي هو قلة كمية الدورة فالحضرتك أن الدورة عندك منتظمة هذا لا ينفي أن حضرك عندك تكيس مبايد أنا معرفش فيه تكيس مبايد لا لكن ده عموما لا ينفي أيوة بعدين هو فيه لأني من وانا بنته أنا كنت بتعارج منه يعني وكده تمام فجيت جوزت قولي لي عملي منظر بطني عشان الخلفة وكده فأعملت فأنا بعمل لحان المجهري مش عشان خاطر التكيسات التكيسات عندي قال لي البوايد تبود عندي كويس وكل حاجة تمام بعد ما عملت المنظر أيوة بس أنا بعمله يا دكتور عشان خاطر أنا عندي جوزة عنده الحركة ضعيفة والتشوات 95% فأنا عملته مرتين لحان المجهري عملته أول مرة كانت تحيب لي 18 بوايدة وزرع لي 5 أجنة وجيت عملت للاختبار تلقى 5 و 1 من 10 كده إيه ده قال لي ده حملي كيميائي لا هو يعني ده ما يعتبرش حملي من أساسه بس ما علينا يعني مش هنختلف في دي المهم في النهاية ما فيش جنين آه فجيت عملته تاني مرة هو لي استعمل سحب لي 25 بوايدة ولي 25 بوايدة تخصت فأنا مش متوقع الكلام ده كله لأ هو ما ليش علاقة بتحليل جوزك اللي وحش حتى لو التشوهات عنده 99% لأن حضرتك جوزك مثلا يعني عنده 30 مليون حيوان منوي ها 30 مليون 99% منهم مشوهين كويس فحيبقى عنده 500 ألف حيوان منوي كويس حضرتك مطلعة 20 بوايدة احنا عايزين 20 حيوان منوي مطلعة 25 بوايدة عايزين 25 حيوان منوي كويس فما فيش علاقة بين اللي حضرتك بتقول لي ده وبين تحليل الزوج لكن هو الكلام لا يعقل لأن اللي واضح إن عنده حضرتك ده فرط في التنشيط وفرط التنشيط ده دليل إن فيه تكايوس مبايد من درجة متقدمة ولم يتم ضبط الهرمونات قبل عمل الحق وفي الحالة دي الست بي عنده فرط عدد كبير لكن جودة قليلة وبالتالي احتمالية التخصيب بتبقى قليلة واحتمالية الحدوث الحمل بتبقى أقل واحتمالية الإجهاض إذا حصل حمل بتبقى مرتفعة وده تأثير تكايوس المبايد على الحقن المجهري فرط في التنشيط عدد كبير تخصيب قليل سوء في الجودة احتمالية عالية للإجهاض هو ده التأثير المتوقع لمريض التكايوس المبايد وطبعا أنا بأكد طالما طلعتي 18 بوايدة مرة ومرة 25 بوايدة ده رد فعل بتاع مريض التكايوس المبايد هذي مريضة تكايوس مبايد اذا كان تحليل الزوج سيء ولا يسمح بحدوث حمله بصورة طبيعية فللأسف مفيش غير تكرار محاولات الحقن مونة تفضلي أهلا بحضرتك أنا أحبتك من جوزة من أربح سنين أي ما حصل في حمل سن 42 سنة أي مخزون المبايد أجل من 1 من 100 أي مش عارف المخزون ده يسمح بأخروش بوايدات كويسة ولا لأ الله يعلم هذا المخزون القول العام كده عليه أنه سيء تمام لكن حضرتك بتقولي لي إذا رحت وعملت اللي قالوا لي عليه اللي حضرتك ما قلتهوش أن أنا أعمل حقن مجهري ودوني تنشيط يا طرى مبيضي ده حيطلع بوايدات ولا لأ حضرتك بتسألي كلها عن غيبيات يعلم الغيب رب الغيب تمام لكن احنا بتتكلم على قواعد وأرقام هذا الرقم ضعيف مخزون المبيض ده من البوايدات قليل يعني المشكلة الأكبر أن المخزون ده كمان في سن كبير وده كله حيقول أن العدد قليل والجودة سيئة ده كلام عام تمام قدرة الله سبحانه وتعالى لا تقف أمام هذه الأرقام اللي احنا بنتحدث عليها احنا نتكلم على الكلام عام فرص حدوث الحملة لو جبنا مية حالة بحالة حضرتك كده فرص إنهم يطلعوا بوايدات كام عشرة منهم مثلا ممكن يطلعوا طب اللي يتخصب قد إيه اللي يتخصب العشرة اللي هتطلعوا بوايدات دول كام واحدة هتخصب منها بوايدات خمسة من المية تمام طب كام واحدة هتحمل واحد اتنين تلاتة في المية ما نعرفش بقى حضرتك هتكوني منهم ولا لأ حضرتك الآن بتسأليني عن غيبيات انت شايف إنه هطلع ولا مش هطلع المخزون ده هطلع بوايدات ولا لأ حضرتك كل الأسئلة موجهة إلى غيب سؤال عن غيب عن مستقبل يعلمه رب الغيب القواعد العامة إن بهذه الأرقام مخزون المبيض من البوايدات قليل فرص حدوث الحمل قليلة ولكنها ليست منعدمة الله قادر على كل شيء البوايدات عددها قليل وجودتها مش كويس حضرتك بقى ومتسأليني ضد كل الكلام ده الكلام ده أنا أقدر أقوله طمام ولكن أنا 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 هطلع ولا ما طلعش لا أعلم لا أعلم مش لا أعلم جهلا لا أعلم لأن في جزء من ده قدري وبقدرة الله سبحانه وتعالى ونمرت لأن في جزء هذا المبيض يجب أن يوضع تحت الاختبار المبيض ده إحنا بنقيمه بتحليل طلع مش كويس بصنار طلع مش كويس لكن عايز بقى حد يدوس عليه يختبره يحطه تحت اختبار يدي جرى عالية من المنشطات ويشوف حيستجيب بقى كويس ولا مش حيستجيب بقى فعلا مش كويس وبالتالي القرار هنا معلق على الحدث اللي هو تنشيط الطبويد اللي حضرتك متخوفة أنك تروحي تعمليه عشان عايزاني أقولك آه فتروحي تصرفي فلوس ولا لأ فما تصرفيش فلوس فده لا يمكن للأسف الشديد التنبؤ بي تفضلي يا جهاد الله عيفا ما سمحت يا دكتور أنا متجوزة بقى لي سنتين والدكتور قال لي إن أنا عشان والدك يسر عبدك كده مرتين سانية واحدة متجوزة بقى لك سنتين ووالده مرتين قيصرية ده من زواج سابق ولا في الزواج ده أنت سنك كم سنة 24 24 سنة واتجوزتي وخلفتي قيصرية مرتين وبعدين انفصلتي وزواج تاني آه ما شاء الله طيب المهم يعني الزواج التاني ده بقى له قد إيه بقى له سنتين رحت للدكتور يعني حضرتك متزوجة عمرك 16 سنة فحصل حمل ولاده بقيصرية وبعدها بسنة حملتي تاني ولاده بقيصرية ثم لما وصلتي لعشرين واحد وعشرين سنة انفصلتي ثم تزوجتي منه عمرك 22 سنة مظبوط اي والزواج التاني ما حصلش حمل خالص لا ما حصلش حمل خالص فتحالي الجوزي كويسة خالص مش فاقية حاجة اي والدكتور طلب مني إشعاب السلغة وعملتها قال لي فيه انسداد في الأنابيض فقال لي بعد أربع شهور تجيني لو ما حصلش حمل تعمل المنظر طب واشمعنا يا فاند واشمعنا يا دكتور أربع شهور ايه اللي حيحصل هدوس الحملة الثلاث شهور اللي بعدها قل apostle الأنابيض قلال لننا انا قلت لحضرتك إن الأشاعة اللي بتسبغى دي ليست عمل علاجي وانا بتسلكش اي حاجة الأشاعة اللي بتسبغى هي عمل تشخيصي هي صورة بتصور الأنابيب يا ما ستاتت قال لها على فكرة أنابيبك كانت مسدودة ولو لاش الأشاعة اللي بتسبغى اللي أنا طلبتها منك هي سلكة الأشاعة اللي بتسبغى مش عمل علاجي وما بتسلكش رقينا أنها مسدودة لأن حالات بيبقى فيها يعني تضارب في النتائج لكن المهم اسأليني بقى عايزة تسأليني عن إيه طيب إذا كان الاتصال انقطع إذا كان فيه انسداد في الأنابيب والأمبوبتين فيهم انسداد فالأفضل عمل منزار ستة دي عاملة قيساريتين قبل كده والقيسارية جراحها بفتح بطن والقيسارية قد يحدث منها التصاقات والالتصاقات قد تؤثر على الأنابيب وفرص حدوث الحمل منها وست والدة بقيسارية قبل كده ومن بعدها ما حصلش حمل فالاتهام دايماً هيبقى موجه للقيسارية فإذا كانت الأنابيب مسدودة يبقى للاتهام نسبته أعلى للقيسارية فإذا كانت الأنابيب سلكة وفضلنا فترة وما حصلش حمل برضو يجب عمل منزار لأن الأشعة اللي بالسبب تظهر حاجتين بتظهر الأنابيب نافذة أم لا ودي حساسية الأشعة اللي بالسبب وقدرتها على تشخيص انسداد الأنابيب قدرة عالية تصل لحاجة وتسعين في المية تمام وفي حالات طبعاً تطلع غلط فولس بوزتيف يعني الست تبعي أن الأنابيب مسدودة فنعمل منزار تطلع الأنابيب سلكة والأشعة اللي بالسبب تددنا انطباع خاطر لكن الأشعة اللي بالسبب دقيقة درجة دقتها عالية في تشخيص نفاذ الأنابيب من عدمه لكن الأشعة اللي بالسبب مش دقيقة في بيان التساقات الحوض يعني في ستات تبعي الأشعة اللي بالسبب سلكة وتقول ده أنا وريتها لمية دكتور وقالولي ممتازة ونعمل لها منزار نلاقي عندها التساقات شديدة لأن للتساقات الأشعة اللي بالسبب لا تشخصها وليست دقيقة في تشخيصها وهي فقط ترجحها يعني ايه ترجحها؟ يعني الدكتور بص في الأشعة اللي بالسبب قال في الأغلب مفاشل التساقات فعملنا لها منزار طلعت مليانة للتساقات الدكتور مش غلطان الأشعة اللي بالسبب مش دقيقة ومش حساسة لالتقاط للتساقات وفي حالة تانية كل الناس اللي شافت الأشعة اللي بالسبب قالت دي مليانة للتساقات وحد عملناها منزار ملقاش للتساقات تماما لأن الأشعة اللي بالسبب ليست دقيقة في بيان وجود التساقات من عدمه لكن ست صغيرة السن ما حد يقول الست دي عندها انسداد في الأنابيب في الأغلى فتروح تعمل حقن مجاري ايه بس ست دي صغيرة السن وولده قبل كده مرتين ولسه قدامنا فترات ومحاولات اننا نحاول ان نسعى لحدوث حمل بصورة طبيعية قبل اللجوء الوسائل المساعدة يبقى الست دي تعمل منظار تقوم تبان حالة الأنابيب مسدودة ولا واذا كان فيه انسدادة هل ممكن المنظار يتعامل معها ولا لا وهل فيه التساقات في الحوض وهل يمكن المنظار يزيلها ولا لا فاذا عملنا ده ادينا للست فرصة ست شهور بعد المنظار مش اربعة بعد الاشعال بالسبب واذا لم يحدث حمل خلالهم بصورة طبيعية يتم اللجوء الى الوسائل المساعدة مثل الحقن المجهري وده القرار في حالة حضرتك طيب حضرتك صال آخر اتفضلوا مين معنا معنا ايه فندم الدكتور معايا ايه فندم حضرتك على الهوى تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام حضرتك مصرة تسمعيني من التلفزيون ابعدي عن التلفزيون وقفليه واسمعي من التلفزيون تفضلي سمحت يا دكتور انا عندي سمحت يا دكتور انا عندي 29 سنة ايه ومن جوازة بعد 12 سنة ايه وحصل حمل بعد 6 سنين من اول من بعد الجواز وايه كان سبب التأخر الست سنين الاولانين كان ضعف تبويض وبعد كده قالولي ده تكييص على المبايد طب حضرتك وعملت ايه عملت ايه وعملت منزل وطويض التكييص وبعدها حملت 19 سنة طب حضرتك سواني بس كده حضرتك تقولي كان ضعف تبويض بعد كده قالولي تكييص مبايد دول مش متعرضين هو كانوا بيقولولي ضعف تبويض بعدين حد قال لحضرتك التشخيص الصحيح لسبب ضعف التبويض انا كان عندي ضعف تبويض عشان عندي تكييص مبايد من درجة جديدة لان اللي يمنع 5-6 سنين ده درجة جديدة عملت منزل المنزل فرص الحمل بتزيد بعده وحصل حمل جميل ده سيناريو كويس وبعدين وبعد ما خلفت الثلاثين رفت الدكتور قال لي قال لي ان انت عندك كييز زمع الميديد ونازم نشيله طالما انت فتحة كيصرية نازم نسح كيصرية تاني طب اولا الكلام ده مش مظبوط اللي مش مش مظبوط مش انك تعملي عملية اللي مش مظبوط انه اختار ان القرار ليه هذه الجراحة يكون بفتح بطن وهو لم يقل الحقيقة الحقيقة اننا ده اللي هو المفروض يقوله يعني انا ما بعرفش اعمل منزار وخاف اعمل منزار والمنزار بتاع كيس الدم ده منزار محتاج قدرات عالية فانا خدت حضرتك للطريق اللي انا اعرف امشي به فيكي لكن مش الطريق الامثل لحالتك صادم الرد ده طيب كيس دم كيس مية حجمه كبير حجمه كبير قوي ده عشرين سنطي هاتوه احنا نشيله شوف بقى ايه بتاعم دي عاملة منزار دي عاملة فتح بطن دي عاملة فتح بطن مرتين دي عاملة فتح بطن تلات اربع مرات كل ده محاولات للهروب من المنزار فتح البطن هو اسوأ اختيار ويجب ان يكون الاخر اختيار في سيدة تسعى لحدوث حمل يعني حضرتك عمرك ما عملت فتح بطن عشان تشيئ لها عملت بعد استنفاذ السبل بعد استنفاذ السبل يعني ايه يعني ست الكيس بتاعها واصل لحد فوق السرة مش هنعرف ندخل بالمنزار من اساسه وبعض الحالات بنعرف بنفضي من قبل ما ندخل بالمنزار بعدين نتعامل طيب كيس الست دي عاملة فتح بطن اكتر من مرة فعملنا لها سنار سلاسي الابعاد من البطن فاثبت وجود امعاء ملتصقة بالجدار البطن فيبقى المنزار فيه خطورة طب ما اثبتش ان فيه امعاء ملتصقة بالجدار البطن يبقى المنزار يدخل بمنتهى السهولة والجراحة بالمنزار لازالة الاكياس جراحة والبطن مغلقة وقبل كده اتكلمنا عن الالتساقات وبضرة الجراحين والجوانتيات واثرها فيه احداث الالتساقات تمام فالبطن مغلقة ما فتحتش بطني روحت بعد 3-4 ساعات روحت بيتنا بعد 5-6 ساعات من جراحة المنزار كنت بتليت اشرب يوميها بالليل كنت بتعشرة يوميها بالليل كنت في فرشتي في بيتي في سريري بتفرج على التلفزيون نسبة حدوث مشاكل في المنزار واردة بنسبة زي اي جراحة في الدنيا نسبتها 1 في الالف اما فتح البطن فنسبة حدوث المشاكل العاجلة تصل الى حوالي 5-10% ونسبة حدوث للتساقات بعد فتح البطن حوالي ما بين 20-30% من السيدات فتح البطن شيء يجب تفاديه في اي سيدة عموما وفي اي سيدة تسعى لحدوث حملة او تفكر فيه لاحقا خصوصا لان حضره ما كملتيش اتصالك لكن يبدو الحالة بتاع الست دي تحولت تحولت من ايه قدرتها الانجابية من ستة عندها مشاكل في الطبويد كانت بتاخد منشطات بيحصلش استجابة كويسة عملت منظار بعد وعدة شهور حملت تهم الى بقى فيه كيس دم وارد ده يطلع بعد المنظار وارد يكون كيس دم من مرض البطنة المهاجرة ده يحصل بعد الولادة وارد ببعض السيدات اللي ولده بقيسرية ده يحصل الكيس الدم ده يغير اتجاهها وخصوبتها وفرصها في الحمل لكن لما نعمل فتح بطن اللي ازالته احنا بنحول الحالة لاتجاه اخر تماما لانا حتلاقيها تكمل الاتصال وفي الاغلب تقولك وحصل بعدها الاتصاقات وبعدين ما بحملش وبعدين عملت اشعب السبهة وبعدين قالولي الانبيب وقالولي 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 والاتصاقات بسبب فتح البطن فتح البطن والاختيار الاسوأ والاختيار يجب ان يكون الاخير ومهما كان الستة عاملة قيصرية كيس كبير كيس صغير مية دم انسجة هتوح ننشيله تمام باذن الله تعالى وبعد توفيقه وبعد حدود في قواعد للمهنة دي الكيس حجمه كذا وضيته كذا مش عارف ايه يزال بوجراحة تقليدية ده اسوأ اختيار اما المناظير فدايما هي لها الاولوية اتفضل يا مونة حاضر اين امونة الو ايو لو سمحت يا دكتر انا كنت امس جهوز بقية سبع سنين وتؤخرت حامل وعملت حجم مشهري ايو اين عنتك يفت موبيل من الشباب لنجي دي من دكت لا يعني عند الكلام المهم الصوت ابتدى يقط عندي تكييسات من درجة جديدة ايو ايوة ودي كان السبب في تأخر الحامل الست سنين الاولانين دول كانت ضعف في الحيوانات المنوية والحركة ايوة يعني هنا في مشكلة عند الزوجين الزوجة عم بها تكييس من درجة جديدة والزوجة عنده ضعف في عدد وحركة الحيوانات المنوية ايوة ايوة انا عملت محمل المشهي وبيأتي فيها يعني وانا عندي استكييسات ايوة طلعت 31 بوايد طلعت 31 بوايد دايما هتسمعوا الارقام الكبيرة دي في الناس اللي عندهم تكييسات لان عندهم فرط استجابة وفرط تنشيط ايوة وبعدين ايوة 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 لا يا فندم هو مدام ظهر نبض في الجنين يعني تأثير تكييس المبايد بيبقى على سوء جودة البوايدات فقبولها للتخصيب بيبقى قليل فانتي بتقولي طلعت عدد كبير اوي بس ماسمعتش اتخصى بقديه هتلاقي في عدد كبير فقد عشان نوصل لتخصيب وبعدين بعد التخصيب عدد كبير فقدناه على موصلنا الى اجنة جيدة فانتي اللي سمعته في الاخر كده ان فيه جنينين بس هم اللي حطوهم كويس اوي واحد منهم سبت طالما ظهر نبض تأثير تكييس المبايد خلاص بيروح يعني التكييس المبايد يؤثر لحد مرحلة نبض الجنين طالما ظهر نبض خلاص حضرتك بإذن الله وارد يحصل بعد الشر اي مشكلة لكن زيك زي اي انسة طبيعية حملت وعدت شهر ونص حمل الحمد لله يعني عليه السلام كل عام وحضراتكم بخير يعني صلوا عليه وسلموا وتسليمة وفي ذكرى المولد النبوي يعني انا كمان هقول ادعي لحضرتك ان ربنا يتملك بكل خير ويتم حملك على خير ويقومك بالسلامة وصاد يعني زوءك وأخلاقك وأدبك ودعائك لينا ويا رب أنا معرفش ليك أجنة قد إيه ويا رب يبقى الحقن المظهر اللي عملتي ده سندك طول عمر فكل ما تحبي سنتين تروحي تنقلي أجنة مجمدة وتحملي تاني وتالت ورابع وتجيبي ما شئتي من أطفال ويجعلهم زرية صالحة وقرة عيني لك بإذن الله تعالى إذا ما كانش معنا اتصال ناخد الصورة إذا كان معنا اتصالات ناخد اتصالات أبدا عشان ها فيه اتصال ولا ناخد الصورة تفضل يا أستاذ خميس تفضل ألو أيوة سلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام عندي بنتي لو سمحت في نهاية الشهر السابع حال أيوة وبعدين بتشكي برجليها مالها رجليها يعني بتشكي بالعظم كده بي تقول لك العظم سعيد هي ده الحملة كام بالنسبة لها الأول الأول وعمرها كم سنة أمرها تفضل شر سنة طيب ما حضراتكو كمان متجاوزينها صغيرة وكانت بيت ما بتاكلش كويس وأكلها خايب وكنت تتحيلوا عليها عشان اللقمة تاكلها وهي عيلة وكانت غلباك ومغلباك في الأكل فمش متأسسة كويس وعظمها ضعيف فأول ما حملت وعدت الشهر الرابع الخامس الجنين اللي فبطناها بيسحب من الكالسيم بتاعها فالكالسيم لما بيتسحب عظمها بينخ فبقت حتعجزوها بدري فبان عليها الكلام ده طب احنا أخطأنا يا دكتور والعلاجة لا ما فيش بقى أخطأنا ولا علاج هو ده سوق تغذية وقتها فسوق التغذية دي زي اللي حد مش متأسس كويس فلما حملت الحمل حمل فبانت بان ضعفها تمام الكلام ده تتابع الدكتور اللي بيتابعها في الحمل تاخد الفيتامين والكالسيم بتاعها ما تقوليش بتاخد لأننا مش هنقدر في ست شهور نعود سوق تغذية ستاشر سنة وتستمر عليهم لحد نهاية الحمل وتعرفوا إن تعب رجلها ده وارد وإنه حيزيد وإن هي مزودها عليكم شويتين عشان شايفة إنكم مهتمين بيها والبت دي أول حفيد حيجلنا والبت صغيرة وإحنا مبسوطين إنها حامل فهي سايقة في دلالها كمان شويتين فنقول لها كمان تبطل تشتكيلكو وتستمر فيه التغذية الكويسة والفيتامين والكالسيم بتاعها وتاخدها لحد نهاية الرضاعة إن شاء الله وتتعلم إنها تتغذى كويس كويس يعني تاكل أكل مفيد كباية اللبن اللي ما كانتش بترضى تشربها وهي عائلة صغيرة وتقول لكو يع والشيبس اللي كانت بتاكله هي رايحة جاية في المدرسة مع صاحباتها الكلام دا كله والبيبس اللي بيشربوها ليه ونهار كل دا بيخوخ عدمهم يعني سيبقى دكتور فيه خطر على الحمل لا ما فيش خطر على الحمل الحمل حيبقى كويس ربنا خلق الجنين يبقى طفيل طفيل يعني عندنا في الطب برازايت أو طفيل يعني ايه ياخد احتياجاته هو الأول قبل احتياجاتها يعني هي مهما كان جسمها ناقص ها الجنين هياخد اللي عايزه ويوفي اللي عايزه تماما قبل جسمها هي عشان كده جسمها هي بيتعب لكن هو مش هيجراله حاجة اذا كان يعني كل همكو في العي اللي حييجي ولي العهد لكن ان شاء الله هي تتغزى كويس علشان ما تجيش بعد سنتين تحمل تاني فتبقى مش شهر الرابع مش قادرة تحط رجلها وبعد ثلاث سنين تحمل ثالث فيبقى عمرها خمسة وعشرين سنة وقعدة تقول آية ظهري وآية وسطي ورجلي مش شيلاني رسله بطولي وبعدين تيجي تقوله الله ده جزهة ألحة يتجوز عليها ده ليه بقى وهي لسه عيلة صغيرة ما هو يلا تفضلي يا أستاذة رشا وعليكم السلام ازاي حضرتك يا دفتي اهلا بحضرتك لو سمعتك من عندي استثار من حضرتك انا عندي اختي دمت يعني انسة تقصدي يعني اه انسة اه هي عندها قنصر في السد سيادة عليك كماوي عندها كم سنة ستتبكم عندها ثمانية وثلاثين ثمانية وثلاثين سنة ولم يسبق لها الزواج واكتشفتوا ورم غير حميد في الثدي اكتشفتوه امتى وتشال امتى هو لسه ما تشالش هي لسه ما اكتشفه الموضوع ده من شهرين فتاخد جرعات كماوي قبل العملية تاخد جرعات كماوي لتحجيم الورم عشان نحجمه عشان الجراحة اللي تتعمل تبقى جراحة صغيرة ولا يتم استقصال كبير فيها مظبوط تمام كده لما حضرتك بتقول كده بالضبط تمام هو المشكلة دلوقتي اكتشفنا عندها أورام لفية في الرحم حجمهم قد ايه مش عارفة والله يا دكتور هي طبعا طبعا الأورام اللي فيها حاجة بتحصل في تلت السيدات اكتر حدوثا بعد سن 30 سنة واكتر في الستات اللي ما حملوش وما ولدوش فأخت حضرتك دي تعتبر مثالي لتكون الأورام اللي فيها بس انا عشان اقدر اجاوب حضرتك الأورام اللي فيها ده كلام عام لكن الأورام اللي فيها دي عددهم كام حجمهم ايه موجودين فان هي منطقة وما تردش عليها تقول ايه الرحم أصل الرحم فيه تجويف الرحم وفيه عضلة الرحم وفيه الجدار الخارجي للرحم كويس وفيه جسم الرحم وفيه عنق الرحم والأورام اللي فيها اللي سنطي جوه تجويف الرحم يتشال واللي خمسة سنطي برا تجويف الرحم يترك يعني شو فيه قد ايه الفرق فمهم جدا عشان اعرف اجاوب حضرتك ان انا اعرف الاحجام لكن يعني السؤال هنا بقى دي دي حالة زي حالات امتحان الدكتوراه حالة معقدة مش معقدة دي ربنا يشفيها ويعافيها يعني اقصد فيها عدة عوامل سن بتاخد علاج كيماوي طب دي لسه انسة طب فيه فرص انها تحمل طب محدش ليه عمل لها عرض عليها انها تنشط التبويض وتعمل تجميد للبوعيضات قبل ما ناخد الكيماوي طب بناخد كيماوي هل دا له تأثير على الاورام اللي فيه عشان الناس هتسألني كده نسيت بتاخد كيماوي طب دا له تأثير الاورام اللي فيه دي اورام حميدة ممكن تقلب لخبيصة قصد بتاخد كيماوي دا يهيج طب هالكيماوي هيحجم الاورام اللي فيه طب له علاقة بيهم كل دي اسئلة ستطرح الاجابة لا على معظم الاسئلة الاخيرة الكيماوي والاورام اللي فيه ما في لهش علاقة طب الأورام اللي فيها نعمل لها ايه؟ طب نعمل لها جراحة في نفس اليوم اللي هتعمل فيه جراحة بتاعت السادي عشان نبقى ناخد بينجو واحد طب والأورام اللي فيها دي نستقص للرحم ولا نسيبه؟ دي قانسة طيب لما نسيبه ونشيل الأورام اللي فيها وارد انها تتكون تاني تطلع تاني طيب المستوى هرمون القنوثة فيها ايه؟ حال المبيض بتاعها ايه؟ مخزونها من البويضات ايه؟ معها مرض اسمه بطنة مهاجرة وهو مرض مشهور ان يكون صديقا للأورام اللي فيها في هذا السن وفي مثل هذه الحالة ولا لا؟ فالحالة هنا فيها عدة عوامل يجب ان تدرس المعلومات اللي حضرتك بتقوليها معلومات وافية شوية بالنسبة للورم بتاع السادي ومعلومات قليلة جدا بالنسبة للأورام اللي فيها عايزين نعرف الأورام اللي فيها دي مكانها حجمها أعراضها المبيض المشاكله هل مخزون المبيض من البويضات اتعمل ولا؟ عشان أقدر أنا كدكتور نسى أقيم الحالة من ناحية الخصوبة المستقبلية بمنظور أن دي مريضة ورم غير حميد فيه السادي وتعالج بعلاجات كيموية قبل الجراح طبعا التدخل الطبي أنا يعني ما أقدرش أفوت غير من أشكر دكاترة جراحة الأورام اللي بيتعامل معها لأن دا تعامل طبي راقي جدا واحدة عندها ورم غير حميد فعايزين نعمل استقصال طب قبل ما نعمل استقصال دي آنسة فعايزين نخفز على السادي أو نعمل لها أقل جراحة ممكنة أو نعمل جراحة ونبقى بعد كده نعمل تعويض لما سيفقد من السادي طب تعالى نحجم حجم الورم بعلاج كيموية قبل ما نعمل الجراحة بس السؤال بقى هل حد خد بعين الاعتبار خصوبتها وفرصها في الحمل اللاحقة وهي آنسة أم لا هتفضلوا تفضلوا ألو سلام عليكم وعليكم السلام بحضرتك دكتور أهلا بحضرتك حضرتك دكتور الحمل بقى لأربع سنين ما حصلش حمل وجاء حصل حمل مفارس الرحم وشاهلة أمبوبة حصل أول حمل حصل لك كان حمل خارج الرحم ووصل إلى مرحلة أن حمل استقصال الأمبوبة استقصال أمبوبة بفتح بطن بفتح قيصري اسمها فتح بطن القيصرية هي جراحة الولادة المصريات هم الشعب الوحيد في العالم اللي الستات فيه بتقول كلمة قيصرية على فتح البط القيصرية هي جراحة فتح بط لولادة اللي حضرتك عملتين جراحة بفتح بطن الاستقصال أمبوبة فيها حمل خارج الرحم منفجر في الحوط تمام؟ تمام أيوة ثم دلوقتي عندي تكييفات تمام هل التكييفات دي هي ممكن تمنع الحمل الموضي السنودي كلها يعني؟ لا فاندم في الأغلب لا تكييف في الأغلب مش يقينا تكييف المبايد خلال هرموني يؤخر الحمل ولا يمنعه أربع سنين منع تام دي تصل لمرحلة المنة وبعدين التكييف ملوش علاقة مباشرة خالص ولا غير مباشرة حتى بالحمل خارج الرحم وفي الأغلب السيدات اللي عندهم تكييف ومعاهم منع الحمل لفترات طويلة في الأغلب دور مريضات بطنة مهاجرة وهذا المرض مشهور أن يصادق تكييف المبايد أحيانا ومشهور أنه يخلي أولى مرات حمل السيدة أنها تكون حمل خارج الرحم لكن الكلام اللي أقوله ده كلام ظني اليقين في أن بطنة المهاجرة مرض لا يرى ولا يشخص اللي بمنظار والآن إذا كان الاتصال انقطع وإذا كنت بتسأليني أعمل إيه الآن يجب عمل آتي ضبط تكييف المبايد اتنين يجب عمل منظار لاستكشاف الحوض اللي طالما ست حصلها حمل خارج الرحم ست دي عندها مشاكل ما في الأنابيب ما بيحصلش حمل خارج الرحم إلا بسبب مشكلة في الأنابيب الحمل خارج الرحم ده لم يتم تشخيصه مبكرا توريكا ليانفجر بنزيف في الحوض هذا النزيف يحدث التساقات اضطرنا لإجراحة بفتح بطن هذه جراحة تحدث التساقات اضطرنا لاستقصال الأنبوبة الستة فقدت خمسين في المئة من أسلحتها اللي بتساعدها على حدوث الحمل كل هذه المشاكل متجمعة هذه السيدة تحتاج لتقييم حالة الحوضة بمنظار عشان نقيم فيه التساقات حصلت ولا فيه بطنة مهاجرة ولا حالة الأنبوب الأخر أخبره إيه تكيص المبايد وقد يتم التعامل معاه من خلال المنظار والقرار في هذه الحالة لمن سيجري المنظار فيه اتصال آخر أيها السلام عليكم وعليكم السلام يا فندم بس محتي دكتور أنا عندي 35 سنة عندك 35 سنة آه وعملت تحليل مخزن مدير فطلع 6% 6% حضرتك متزوجة بقالك قد إيه بجالة 11 سنة 11 سنة وابتدتي تبحثي عن حمل معاك أطفال قبل كده آه معايا الحمد لله معايا ولدين معايا معاك ولدين أصغر عيل 8 سنين أصغر عيل 8 سنين آه ومنعت الحمل الفترة 4 سنين بشريط اللي هو اللولب يعني 4 سنين بلولب ثم شلت اللولب بحثا عن الحمل لم يحدث حمل لفترة فأخيرا دكتور طلب أن يعمل تحليل مخزون المبيض آه فلقوا مخزون المبيض 6 من 10 أو 60 من 100 اللي حضرتك بتقولي عليها آه فقالوا لحضرتك إيه بقى فأنا عملت تنشيط وإلى حقني مجهري أيوه فعملت تنشيط مرتين في المرتين ما طلاش غير بوايدة واحدة عملت تنشيط أثناء حقني مجهري بجرعات مكثفة من أدوية التنشيط آه فما خرقتيش ألا بوايدة واحدة آه فحضرتك عايزة تسأليني في إيه بقى؟ قوليلي السؤال كده يعني حضرتك أنا فرصي في الحمل معدومة ولا؟ لا فاندم مش معدومة دائما حضرتك كالعادة وكعادة المتصلة التي اتصرت أول مرة بتسأليني عن غيب الغيب يعلمه رب الغيب الفرص قليلة وقد تكون نادرة لكن معدومة دي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى تمام؟ الستات اللي بنقول مخزونهم من البوايدات قليل بنقول فرصهم في الحمل قليلة ما قلناش إنها منعدمة في سيدات ونعرف ناس بالاسم ومستعدة تصل بيهم واجبهم لكو على الهوى تمام؟ التحليل بتاعهم أضعف من تحليلك ده تقريبا تلتو أو أكتر تمام؟ وحمله مرة واثنين وتلاتة وأحيانا بدون مساعدات طبية الفرص ما قلناش إنها عالية ولا فرص حدوث الحمل دي سهلة ولا بسيطة الفرص قليلة قد تكون نادرة لكنها ليست منعدمة لأن الحمل بيد الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه منذ وضع في الأجل كده إنه يهب لمن يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء دي هبة ومرتبطة بمشيئة الله تمام؟ الأطباء يكتهدوا الأطباء بيتكلموا عن قواعد عامة قواعد عامة إيه؟ التحليل بتاع المخزون ده بالمناسبة تحليل المخزون ده ضعيف ولكنه ليس شديد السوق بالمناسبة يعني طب أنا بالنسبة الحالسي يعني بالوقت هو فاندم المشكلة في حالة حضرتك مش التحليل إنه 60% ومش المشكلة إن السن 35 سنة المشكلة الحقيقية إن هذا المبيض بغض النظر عن الأرقام لأنه ممكن ست يطلع على تحليل المخزون 25% ويبقى نقول لها ألفاظ أحسن من اللي حقولها لحضرتك دي المشكلة الحقيقية إنه هذا المبيض عندما وضع تحت الاختبار اللي أنا بقول عليه والضغط عليه بقى أقصى ضغط ممكن من اللي هو بأدوية التنشيط المكسفة بتاعة الحقن المجاري لم ينتج البوايضة واحدة ومعرفش ومكملوا الحقن وسحبوها ولا لأ فإذا كانت تتسحبت كمان كانوا هيقولوا لنا جودتها إيه دي المشكلة الحقيقية إن المبيض ده الحضرتك الرقم اللي بتقوليه كمخزون ليس شديد السوق لكن اللي بتقوليه حصل وقت الحقن المجهري مش حلو خلص أعمل إيه في حاجات هامة جداً واحد الدعاء اتنين الصبر تلاتة الحمد لله إن حضرتك حصل الكلام ده ومعاك طفلين لإن فيه ناس بيحصل لها أرقام أسوأ من كده بكتير وفي عمر أظهر من كده بكتير وهم مش متزوجين تعم ففيه زي ما قلنا كده الصبر والانتظار والدعاء وحمد الله والاجتهاد الاجتهاد اللي هو إيه هروح لده كترة هاخد تنشيط للطبويد طبعاً حضرتك يبدو من الله جنة حضرتك من الصعيد جوزي عايز عيال تاني عظيم وكده الحقن المجهري مكلف قوي ما قلتش مش لازم نكرره هو أنا ممكن أحمل طبيعي الإجابة أنا بقولها هو متحمل مسؤولية نعم ممكن فرصي عالية لا ما قلتش كده لإن أنا ما بغدعش حد تعم لكن زوجي هيقولوله تكلفة الحقن المجهري كتير وصرفت كتير وأدوية كتير جداً وما طلعتش اللي بغايدة واحبة طيب ما تخليهم للعيال ده صوت عقل وارد تمام وأخد وروح لده كترة وأخد تنشيط تنشيط بسيط عشان أبقى بعمل علي فإذا ربنا أراد يوافق اجتهادي مشيئة وإرادة الله فإذا ربنا ما أرادش أبقى أنا قدام نفسي والناس ما أسرتش وعملت اللي علي وروحت واجتهت بس كمان مش كل فلوس اللي جاية لي واللي كانت تنفع عيالي صرفتها على أدوية التنشيط خاصة أن حاولت بدل مرة اتنين والمبيض ما طلعش وإن الحمد لله ربنا يخليهم ويبارك فيهم وإن إحنا مش هنتحدى قدر الله أبداً 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 إحنا هنكتهد آدي اللي أنصح حضرتك به ويعلم الله أن هذه نصيحة مخلصة ويعلم الله أن اللي بقوله ده بيجدي عند بعض الناس ولو لم يكن مجدياً ما كنتش قلته حضرتكم لحظين قبل ما ناخد بس أي اتصال الكلام على المخزون المبيض من البويضات عشان لما الناس بتقول أن أنا بعمل حلقات وبتكلم على المخزون وبتكلم على التجميد وبتكلم على تحليل المخزون وبعيد وزيد وأقول في تأثير السن أن أنا مش بقول كلام وهمي أن أنا بقول كلام من الواقع وأن تحليل المخزون تحليل صادم لكثير من السيدات وتحليل يجب إجراءه تمام ما هوش من التحليل اللي مهملة وما فيش واحدة تقول أصلا قعدت أروح لده كترة خمس ست سنين محدش عملي تحليل مخزون قد يقول أنت صغيرة ما تعمليهوش تمام ومش باين عليك حاجة ما بيبانش لكن حتسمعوا كتير أنا بقول لحضراتكم حتسمعوا كتير كل حلقة وهتسمعوا أكتر إن عملت تحليل مخزون طلع كذا وهتسمعوا أرقام أسوأ وهتسمعوا سن أصغر وهتسمعوا يعني حاجات مبكية عن هذا التحليل فهذا التحليل صادم للأسف الشديد لكنه هام ومؤثر معانا تصال ترفوني آخر أيه دكتور أيه فنمت فضلي أنا حضرتك اللي كنت رفهم في المنزل دلوقتي بصير لما كنت حملت قبل تحامل خارج الراحة أيه فنمت أنا عملت منذار من حوالي شهرين ونبط كده مصبوط وهو ده يعني أنا كنت بقول ده لازم تعمليه هو ده المصار المصبوط فضلي آه عملت منذار وطلع عندي تكايزات وطلع عندي نسبة بسيطة من بطنة الرحم يا فندم أصل اللي حضرتك بتقولي ده يعني ألف به طب لا يمكن يكون حاجة غير كده حيطلع عندك تكايز مبايد ده لا يمنع الحمل أربع سنين البطنة المهاجرة الكلام بقى التزويق بتاع نسبة بسيطة مش عارف إيه أصل الدرجة أصل هي في بطنة مهاجرة قدت إلى إن حصل حمل خارج الرحم المهم بقى الأنبوة التانية والتساقات الحوض هو ده القرار الفارق ما أنا عملت برضو وطمنت على الأنبوة التانية شغالة كويس ما فيش مشاكل بس هل يحصل حمل من أنبوة واحدة؟ آه يا فندم يحصل حمل تجيبي مدرسة عيال إذا شاء ربنا من أنبوة واحدة تمام؟ بس السؤال بقى أنا فرصي في الحمل قد إيه؟ آه السؤال ده يسأل لمين؟ لمن أجرى المنظار عندما تكوني حضرتك قعدة قدامك في عيادته هو قال لي يعني من ست شهور لتفع شهور فندم أنا مع احترامي الشديد لما سيقوله ما يقوله هو وهو الوحيد ها لما تكوني قعدة قدامه هو ده اللي كلامه يؤخذ به مش أنا تمام بالتوفيق هو الشغلانة دي لها قواعد اللي حضرتك بتريده ألف به هذه القواعد عندي تكايز مبوة دايمنة الحمل أربع سنين جوابت في العموم قلت لأ تمام؟ طيب في الأغلب من ده ما حصل منع حمل أربع سنين في مشكلة أكبر من التكايز شوية في الأغلب دي يطلع عندنا درجة أولى من البطانة المهاجرة وده لما يخلي يحصل حمل يخلي فيه نسب عالية لحدوث الحمل خارج الرحم فلما حصل حمل خارج الرحم استقصلوا أنبوبة فروحت عملت منزار فلاقيت أن الأنبوبة التانية كويسة الحمد لله ولقيت أن فيه بطانة مهاجرة ولقيت فيه تكايز مبايد فيه فرص لحدوث الحمل نعم قد إيه الرقم يقرره من أجرى المنزار خلال قد إيه خلال ستة شهور لسنة من إجراء المنزار يارب تكوني منهم طب إذا عدى دول مش معناه أنه مش هيحصل حمل بصورة طبيعية لكن الفرص هتبقى أقل وإذا عدى دول يجب اللجوء إلى الحقن المجهري والبطانة المهاجرة مرض قد يمنع الحمل لسنوات بغض النظر عن النسبة وعندما يحدث حمل يكتمل تسع شهور فهرمون الحمل يقوم بتخبيط هذا المرض وتصبح السيدة معافاة من هذا المرض لكن تكايز المبايد مرض مزمن لا يشفى ولا ينتهي للأسف العمر كله إذا كان معنا اتصال آخر ناخده قبل من شوف الصورة هلو؟ أيفا السلام عليكم وعليكم السلام دكتور عيدة أيفا أنا مبسوطة جدا جدا قدرت توصل لحدتك لأول مرة على الهوى أنا من متابعين حضرتك ومن مريضات حضرتك وبصراحة عملت معي كتير وقفت جنبي كتير وإنسان فعلا محترم قبل ما تكون دكتور أنا متشكل لحضرتك وحضرتك عزيز علينا جدا أنا وزوجي ويعني بصراحة شوفنا منك كل خير الحمد لله لأنت عابين معنا فعلا الدكتور محترم وضمير وما بعملش أي خطوة غير لما برجع لحضرتك ده يشرفني ربنا يجعلنا دايما محل ثقة حضرتك أنا سني يعني دخل على الاربعين سنة أيوه عملت حقني ماجهاري وأنا 35 ونجح وبس كان خرج الرحم ونزل وبعد كده عملت حصلي حملة طبيعي ونزل في أربعين يوم أيوه وبعد كده حقني ماجهاري ونزل حقني ماجهاري وحصل حمل برضو لا ما حصلش في ده أه ما حصلش وبعد كده حمل طبيعي ونزل في سبع طبيع أيوه وحدتك نصحتنا عشان السن وعشان في مشكلة عند الزوج إن نرجع للحقن الماجهاري أه طبعا عشان اختصارا للوقت عشان السن وإن في مشكلة عند الزوج أيوه ثاني حاجة أنا عملت مخزون المبيض الأسبوع ده طلع واحد وشوي يعني واحد يعني ونصد كده كويس ما ده مش سيء بس وحنا دايما بنقول إن للأسف يعني مريضات تكايوس المبيض بيطلع التحليل بتاع المخزون أعلى مما يجب أن يكون يعني هو ده مش معلينة دي عندنا إحنا لكن مقبول لإدراع الحق وخسيت وباخد الزوج مرتين في اليوم ومشي على نظام حضرتك وخسيت كتير أيوه المشكلة إن المركز المحترم قال لي إن هو لازم تحليل اسمه H1 H2 ده بتاع المناعة فأنا باتفت بحضتك هل ده فعلا لازم لي وده هل فعلا مفيد وإيه نوع التحليل ده أنا أول ما أسمع عنه للعلم إنه غري جدا وياريته مرة واحدة ده بتقرر أربع مرات طيب فندم هم عملوا لحضرتك أو طلبين يعملوا التحليل ده عشان حضرتك عندك إجهادات متكررة تمام لكن بس في الشهور الأولى أيوه فندم أيوه أنا لسه أكملها لكن الإجهادات بتاعت حضرتك لها علاقة بمشكلتين مشكلة التكييس ومشكلة السن إنه بيخلي جودة البويضات ما هياش عالية لكن إجراء هذا التحليل بالسعر الغالي ده حتمي الإجابة لا ليس حتما حضر ربنا يكرمك ويعطيكي من فضله يا مدام صحر ممكن نشوف الصورة ونختم بيها كده عشان إحنا بنتكلم دايما على السيدات إن عليهم الالتزام بنظام غذائي اللي حتكلم عليه دي قواعد عام أي سيدة تسعى لحدوث الحمل فقد الوزن شيء يفيد في مبيضها واستجابته نخبي الصورة ثواني فهم أبيضها واستجابته والأدوية التنشيط واستجابتها ليها نخبي الصورة ثواني نخبي الصورة ثواني نرجع لينا والستات اللي عندهم تكييس ومباعد فقد الوزن شيء أساسي جدا تمام؟ أول ما نقول لك ده لأي مريضة في مصر تقول لك هو والخساسان ده يا دكتور يعني نظام غذاء ولا أدوية حضرتك حتدهاني المصريات هم الشعب الوحيد في العالم اللي معتقدات إن فيه دواء الناس تاخده وإن الدواء ده الناس حتاكل الأكل اللي هي عايزها وبنظامها وكفها وتاخد دواء حيخليهم يخسه ويقول لك لا هو مش هيخليه يخس بس هو عامل مساعد أصل ده دينا دواء بيسايح الدهون أصل دينا دواء اللي بيزاوز الحر مفيش كل هذه الأوهام هذه أوهام هذه أوهام وخرافات مفيش دواء بيخسس لا كان موجود قبل كده ولا موجود حاليا ولا يبدو أنه هيبقى موجود في القريب العاجل في القريب العاجل يعني لا يبدو أنه خلال خمس سبع سنين فراحوا نفسكم مفيش دواء بيخسس لكن الحقيقة ده كتبوا أحد الدكاترة على السوشيال ميديا من اللي بيشوفوا من المريضات من المعتقدات المصريات والأسف يعني كله في الهم عرب نقرأ بقى نشوف كده الصورة ونقرأها وحاولوا تقربوا لي عشان العمر الأكل الشاي الأخضر الشاي الأخضر بيخسس الشاي الأخضر ده مضاد للأكسدة بيقلل الكوليستيرول لكن ملوش علاقة بالتخسيس ولا بحرق الدهون طيب ومفيش حاجة اسمها شاي رجيم شاي رجيم اللي انتو بتشتروا ده ده أعشاب مجهولة المصدر ومعظم هذه الأعشاب بتبقى عبارة عن ملينات ملينات يعني بتخلي الواحد بطنه تمشي ويبقى عنده شوية إسهال تمام؟ وعلاج للإمساك وملهاش علاقة خالص بالتخسيس المية السخنة مش بتسيح الدهون ومش بتسيح البطن وخاصة على الريق ولا المنمضى بيها بتنزل الخدود للأسد ده اللي كاتب ده دكتور من كتر ما هو شافه وبيسمعه مفيش حاجة اسمها مضمضى بمية سخنة حتنزل الخدود ومفيش شرب ومية سخنة حيسد النفسه ومفيش شرب ومية سخنة آه طبعا يعني لما تملى وعداتك مية هتبقى قتلك قليل لكن ده حتى حين ومفيش مية سخنة الصبح بتقى طيب وان زيت الزيتون ده زيت الزيتون ده جميل جدا عشان يقلل الكوليستيرول يقلل الكوليستيرول ايه؟ لما تستبدل الزيت اللي حضرتك بيه تقلي وتستخدمه في البيت تحطه على الفول وبتقلي به وبتطبخ به بزيت الزيتون ففي العموم بعد سنين الكوليستيرول هيبقى يقل لان زيت الزيتون الكوليستيرول في قليل وبيقلل الكوليستيرول لكنه بيزود الوزن لانه زيت ومفيش حاجة اسمها صابون للتخصيص والجهاز اللي بيهز البطن ده هزز للبطن ومفيش حاجة اسمها حد بيعمل تدليك عشان حد يخس اللي بيدلك حد عشان يخس المدلك اللي بيقوم بعملية التدليك هو اللي حيخس أما اللي بيتدلك فهيبقى مبسوط لكن لا شيء أكتر من كده خالص 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 بقيت الأوهام والحوارات دي والمعتقدات دي حنقشهاي وحارض الكلام مرة أخرى يعني بس عشان تعرفوا متعب الأطباء هذه الحقيقة أما كل ما يقال عقس ذلك فهو خرافة وجهل وقد ألينا على أنفسنا ألا نقول إلا الحقيقة للأسف كالعادة الوقت مر بينا كل عام وحضراتكم بخير وتمر وتعود علينا هذه الذكرى العطرة ونحن مع بعض بإذن الله تعالى نستكمل مسيرة الخير في ظل أيام الخير ومعنا ومعكم دائما ويظل اللي بيننا وبينكم يا رب دايما دايما على خير بوشت خير والله مهلت والله مهلت والله مهلت والله مهلت والمركابل بتحلت والمركابل بتحلت الحملت نعمة وآيات محتاج منا لرعاية الصبر ما تعبوهاته والله مهلت والله مهلت والله مهلت والمركابل بتحلت